صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى ورجعنا تاني مع النائبة الدكتورة شادية ثابت أهلا وسهلا بحضرتك نائبة الشعب أهلا بك يا أستاذ واجدي وبكل الحقيقة كومنتات والتعليقات ومحاربة الإشعاعات اللي حضرتك بتعملها حاجة عظيمة جدا ربنا يا سعيدي كنا تكلمنا لحلقة اللي فاتت عن انتكاتك وطلع قرار بنسحة بالتوك توك ويجي الديفان دي حاجة بالصدرحة ما شاء الله ما بص العمل لما بيكون فيه إخلاص فعلا للوطن والواجه الله ربنا فعلا بيخليه يتعلق بيه وفيه حاجة الحمد لله برضك قلتها في الأخر مرة في الجلسة على فواتير الكهرباء لأنني أنا لما كنت الناس الحقيقة يوم من منصة ونزلوا الناس طبعا ما التفتوش لأي معاناة اقتصادية هما فيها شعبنا ده شعب عظيم جدا يعني ونزلوا معانا واخدنا حوالي 35 اوتوبيس من المبابة فانما كنت بدعوهم للنزول وقوف جنب بلدنا وكده فقالوا احنا هننزل بس احنا بنعاني كثيرا من فواتير الماء والكهرباء فانا وعدتهم اني فعلا لازم هتصرف هذا الماء فقلت الكلام ده ففعلا انا قريت عند حضرتك بقى من الكومنتات بتاعت حضرتك اني مجلس اني رئيس الوزراء بيقول اني لازم نظر زي ما انا طلبت صحيح كان خبر من مجلس الوزراء منزلوا رئيس مجلس الوزراء طبعا قال فعلا الكلام قال اني انا فعلا في المهمة الجمعة عندنا قلت لهم الشعب ده عانا كتير ورغم ان اعداء الوطن عازفوا على الوطن بتاع المعاناة الاقتصادية بتاعتهم علشان ما يخلوهمش انزلوا لكن نزلوا ووقفوا جنب بلدهم فعلا الاقل الحكومة ترد هذا الجميل وتخفف عنهم المعاناة وخاصة في فواتير الماء والكهرباء لاني من ساعة ما طلعت الشرايح يا استاذ وجدي والشرايح دي ايه ما عندهمش موظفين كفاية يروحوا يقعيه يروحوا ايه يشوفوا القراءة فعمل ما بيروح بقى بتاع الموظف ويلف عالناس كلها يكون دخل في الشريحة اعلى في الشريحة الاعلى يبقى المواطن حط في الشريحة الاعلى فبالتالي الفواتير يعني انا مثلا واحدة من الناس انا جايلي ببيتي وقبل كده حصل عشر تلاف جنيه في تلات شهور تلات تلاف تلات تلاف اربعة ليه في ايه في شقة شقة انا ما عنديش بلة ده شقة ايه شقة وتكيفين طيب يعني ازاي ده النائبة ويمكن في حد في التعليقات لما نزلنا خبر ان في جريدة بكرة احلى انا حضرتك معانا النارضة في صباح بكرة احلى بيقولك يعني ممكن تعمل لنا لمبابا يبقى فيه فواتير خاصة لدائرة مبابا انا بتكلم على الجمهورية كلها وانزلت للدكتور محمد شاكر قلت له الكلام ده قلت له باي قلية شوف الشرايح دي فالحقيقة لقيت من يعني من الاخبار بتاعت حضرتك ان فعلا رئيس الوزراء بس يا رب بقى الحكومة تشتغل صح بقى ان شاء الله فيه بقى لما التعليقات عشان بس انا فيه اسئلة كتير او كانت ليكي من بعض من الناس عايزة اقراها كده كلها وشوف في الوقت هيسمح بايه فيه محمد سعد الشامي بيقول لحضرتك متى موعد تنفيذ انشاء كبري مشاهد جراش بشارع المطار الرئيسي قال محمد عبدالله ازمة المرور والزبالة في شارع القومية من ناحية مبابا فيه امجد هاشم قال هل مشاكل المستشفات مشكلة كوادر ام مشكلة تجهيزات ومباني وما الحل فيه المعلم هلال فوزي فوزي حضرتك انجازاتك ايه في مبابا احمد ماهر بيقول متى تنتهي ازمة الرعاية المركزة والحضانات قليات التنفيذ والمدة الزمنية فيه واحد اسمه اسامة برضو ابو ضيف بيقول متى تنتهي ازمة معاناة اهالي بلوكات الموت برضو عزيزة فيه برضو واحد تاني اسامة الشيخ بيقول تم الاعلان عن انجازات كتيرة في مبابا لماذا الحركة البطيئة في التنفيذ ارجو التوضيع هنبتدي بسؤال محمد سعد الشامي امتى موعد تنفيذ انشاء كبري مشاهد جراج بشارع المطار الحقيقة الحمد لله جات الفلوس خمسة مليون ونص انا هنوقف بس الرد هنا هوت لغاية ما ندخل في مكالمة وسيادة النائبة ترد قاله سلام عليكم عليكم السلام صباح الخير صباح الامل صباح بكرة احلى وابدي بالوزير تحيات المعليك وصباح بكرة احلى ان شاء الله للبرنامج والجميع الاقوى خلف الكاميرا اهلا الاول نتعرف بساعدتك معاك حسين حميدو اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ حسين معانا السيدة النائبة الدكتورة شادية ثابت عدو مجلس النواب اه يا فنم طبعا يعني جميع الاخوة خلف الكاميرا والضيوف الكرام بتاع حضرتك لهم تحيات يا فنم ليه سؤال بس عند الدكتورة شادية ثابت الخلوكة الانسانة انا بنت مبابة كمان الله يفضل الله يفضل دلوقتي حضرتك بالنسبة لعربيات المكروباز المتهلكة جدا شارع الترعة والسيمة والوحدة والوراق كل دول بيدول لوح معدنية يا دكتورة ايوة حقيقة وعملين حوادث رهيبة جدا وده غير طبعا مشكلة التوكتو والشارع بتاعهم من السنين سؤال دي ملحس مرور مابيس مرور في مبابة يعني احنا فقدين المرور في مبابة فعلا ايوة يا فندم انا بص يا فندم خمسة مديرين امن جم من اول اللواء احمد الشازلي وبعديه اللواء هشام العرائي واللواء عصام سعد واللواء مصطفى شحاتة واللواء محمد شريف الحالي شكرا لكتاز حسين اسمع ايجابة السيدة النائبة الخمسة طلبت منهم مش فيربل ده بطلبات عايزة مرور في مبابة انا اخر عسكري مرور بشوفه في الكتكات قلتلهم انا عايزة خمسة ساعة ساكر مرور واحدة عند نفق المنيرة واحدة عند محطة المنيرة عند ابو مداح واحدة عند امتداد الوحدة واحدة عند القومية واحدة عند مدان الشجرة يعني اقل حاجة لان بابة ثلاثة مليون ونص ويقال خمسة مليون والمنطقة شاسعة بعيد وزي ما بيقول الاستاذ الفاضل فعلا الميكروباصات بدون لوح متكسرة بيدخولوا الشرع بتاحهم يمكن اخبطوا ايه عربية ويمشوا يعني مش عامليني ان حد ماشي معهم فانا وبوجه من هذا المنبر للوقع محمد الشريف يا رب وانا قلت له الكلام ده لما قابلته قلت له يكون على ايدك تدخلنا مرور بابة انا طلبت من اربعة مديرين قبل قبلك ولكن انا طبعا بشيد باللوقع صام سعد ده من الناس المحترمين اللي هو بقى محافظة في يوم دي الوقتي ده حيأمن لي كبر بابة وكان لأول مرة يتأمن واحنا اسناء الشغل فيه لانا كنت طلب بطالة بحطة من 2017 فاثناء الشغل قالوا لا احنا عايزين تأمين لان الحاجة ايه مسجلين الخطر وبرضا الحد اللي قبل اللي فقت بعتولي وقالولي الحاجة بتتسيرق فروحت له الحد اللي قبل اللي فقت قلت له برضا انا عايزة تأمين زيادة للكبري او باي قلية عشان الناس تخلصوا لها لان الفريق كامل وزيري قال وعد ان هيسلمنا الكبري في شهر 12 فانا عايزة الشغل يبقى كويس فروحت له الحد اللي قبل الفات فانا بقول اللواء بنادي من هنا اللواء محمد الشريف مدير امن الجيزة ياريت الطلب بتاع اللي انا مقدمته اول ما شفت حضرتك وقلته اللي هو خمس عساكر مرور في الاماكن المذكورة اللي انا قلتها ياريت يتنفذ ويبقى على قديل وياريت زيادة تأمين لكبري الباب عشان نخلص منه وعلشان الحاجات ما تسيرقش هو طبعا من هذا البرنامج ومن خلال حضرتك ووجودك معنا عايزين نشكر برضو المقدم محمد ربيع الرئيس مباحث مبابا طبعا نشيد جدا المجهود اللي بيقدمه فعلا في مبابا انما بالنسبة للمرور صائد المجرمين بيسموه صائد المجرمين ما شاء الله عليه نشيد جدا وزكي جدا بنقدم له التحية من خلال حضرتك ومن خلال برنامج صباح بكرة ونحن سعدان هو معنا يعني مش عايزين نسيبه بنشكر تجديد الثقة فيه وعموما طيب نرجع تاني للسؤال اللي هو امتى موعد تنفيذ انشاء كبري مشاهل جراج بشارع المطار الرئيسي الحقيقة انا الكبر ده شغال فيه بقالي ثلاث سنين وبعدين الفلوس كانت جات قليلة ورجحهم تاني تلاتة مليون ونص وهو كان هيكلفة اربعة وثلاثمائة سنة اللي فاتت رجحهم رئيس الحي وحتى حصل كونفليكت قدام المحافظ ومشي في نفس الاسبوع المهم السنة دي جمل خمسة مليون ونص اللي هم بتوع السنة دي الحمد لله وصلوا المحافظة والمحافظ كان هزيتيتنج بان يوديه النقل وزارة النقل ولا يوديه الإدارة الهندسية طبعا عرفنا ان وزارة النقل ده شركة بتسند الأعمال مهش شركة منفزة لكن الشركة المنفزة هي الإدارة الهندسية وفعلا وصل الشيك للشركة الهندسية عند اللوى محمد اللوى عبد الفتاح الخرصة اللوى عبد الفتاح الخرصة اللوى مدير إدارة المشروعات في الإدارة الهندسية بتاعت القوات المسلحة وإن شاء الله عن القريب العاجل هنبدأ في وضع حجر الأساس لهذا كبر المشاه لأنه فعلا ممر خطر والطلبة بيجوا وقاطر السيد بيمشي بسرعة جيد طيب فيه سؤال تاني بيقولك إمتى تنتهي يعني مشاكل بلوكات أرض عزيز عزة أولا بلوكات أرض عزيز عزة لحقيقة خطبت كان كذا مجتمع مدني دخل فيها والكلام مثل ده المم استدعوني تاني لها ففعلا رحت لقيت الموضوع سيء جدا وما زال سيء جدا خطبت وزير تنمية المحلية المحافظ تقجار العرض المم رحت للرئاسة على طول فرد علي السفير بسام رجي ممكن أنا قلت في حلقة قبل كده المهم وقال لي خلاص هنعتمد وفعلا جاء 23 مليون 23 مليون عن طريق رئاسة الوزراء من صندوق تطوير العشوائيات راحوا للمحافظة وجاني الجواب أن خلاص جاء 23 مليون الكلام ده من فترة طيب فين الفلوس راحوا الجملة الحي قالت لي في الشركة الجيزة أنا يوم الخميس كنت ماشي يا كعب داية رحت يوم الخميس شركة الجيزة المهندس منصور قال أنا ما جاني الشيكات جاني جواب بس ما جاني الشيكات اتكلمنا المهندسة هواي دا بتاعت الإسكان ورحت الإسكان قالوا لي دا بقى لأس الموضوع دا مهم جدا دا أنا متعذبة فيه متعذبة فيه لا ما هو على فكرة عايزة أقول لي وبعدين أخيرا قالوا عند المحافظ رحت وزير التنمية المحلي ما أنا عايزة بقى قالوا لنا قال 23 مليون جم حاجة غريبة جدا 23 جم الإنبابة الأديمة يا فاندي ما هو بناءا على الكلام وجواب جاييني الأرض عزيزة عزيزة حضرتك البلوكات البدرومات المية خرجت الناس بيقولولي مبارح خرجت برة والعيال بتقع فيها بتموت فيعني مناشدة للمحافظ والنائب المحافظ الأستاذة ألمية تطلع الفلوس على أرض الواقع لإني أنا تعبتي من اللف على الفلوس فين الفلوس جات بس يطلعوها بقى ونشتغل على الأرض الواقع احنا بنشكر حضرتك طبعا على المجهود الكبير اللي انت يقدمتيه وبتقدميه في مبابة وفي ناس كتير شايفة دا دا واجب علينا دا واجب علينا تحية لحضرتك المشكلة ان الوقت معك بيجري بسرعة ما عرفش ازاي لا الله يخليك لا بس نقول بقى المسؤوليين والتنفيذين ياريت الحكومة والتنفيذين يعني الناس عارف ما يبقوش على مهلوم قوي كده والناس يتخرب بيتها لا يعني الناس عبانة وبتعاني في أرض عزيزة عزة فنرجو ان الأرض بقى على أرض الواقع الـ 23 مليون ينزلوا يتعامل تغيير للصرف وتغيير الصرف في العمارات وبعد ما يجيب في المنبع المياه تتشال نحط الأمصان اللي قالت عليها كلية الهندسة في البدرومان ياريت يا سادة المحافظة الجيزة الفلوس عندك ننزل بسرعة بقى على أرض الواقع لاني انا تعبتي من الموضوع ده والناس كلهم بتكلم بنشكر سيادة النائبة الدكتورة شادية سابت عدو مجلس النواب بنشكركم أعزائي المشاهدين حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة أحلى شكرا